عن وزارة الصحة وحملات التطعيم ضد شلل الأطفال الدكتورة هالة زايد ووزيرة صحة والسكان أعلنت عن حملة قومية جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال في منتصف شهر مارس المقبل مستهدفة موليد 2016 وقالت وزيرة الصحة خلال تتشنها للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في حي الأصمرات والحملة الجديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال الجديدة بتستهدف 6 مليون طفل وبتهدف كمان لمنع خطورة 15 نوع من الأمراض وإشارة وزارة الصحة لأن الحملة بتستهدف الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين في مصر وهتكون عن طريق الحقن وليس التطعيم اللي هو بالفم اللي هي النقطة وقالت كمان أو قامت الدكتورة هالة زايد بتتشين الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر من عمر يوم لحد خمس سنوات بالمجان لمدة أربع أيام جي حملة موجودة الأسبوع ده بتدت بمباح الحد ومستمرة الحد يوم الأربع